كان الله ليعذبهم وأنت فيهم طيب النبي انتقل إلى الرفيق الأعلى طيب الكرة الأرضية كده هتتعذب قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فذو قال حضراتكم أنه قال يستغفرون يستغفرون ده فعل ما قالش مستغفرون لو مستغفرون تبقى اسم الاسم محتاج المدومة صفة الدوام على طول إنما الفعل يعني شوية بيتعاملوا شوية بنسكت يعني أصلاً ما فيش حد يستغفر أناء الليل وأطراف النهار كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول أي استغفر منكم حنوقف بالعذاب بس يستغفروا بقى يا دي أستغفر الله وأتوب الله ربنا مش يعذبك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بس يستغفروا أطلب المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى من روائع والله يا حضرات من روائع الصور القرآنية اللي اتكلمت عن الاستغفار سورة هود أنا قلت لحضرتك تعال نطوف كده في فلك الاستغفار نشوف قد إيه الاستغفار ده عظيم جداً وقد إيه إن اللي ما بيستغفرش حارم نفسه من أبواب الخيرات كلها في سورة هود سورة هود دي سورة مكية بالمناسبة قبلها سورة يونس وبعدها سورة يوسف ومش هتلاقي ثلاث صور في القرآن زي يوم كده ثلاث صور بتلاث أنبئة وربعات يونس نبي جات سورة يونس والثلاثة بيبدأوا ألف لام را شفت الجمال ده يونس ألف لام را تلك آياته بكتاب الحكيم هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته يوسف ألف لام را إنه أنزلناه قرآناً عربياً يعني مع الحروف المكتبتات ألف لام را دي ألف لام را هتلاقي بيكلم عن القرآن جايب لك حاجات تخص القرآن سبحان الله في يونس تلك آياته الكتاب الحكيم في هود كتاب أحكمت آياته في يوسف إنه أنزلناه قرآناً عربياً والثلاث صور مكية يبقى لو اتسألت سؤال ثلاث صور بأسماء أمبياء وربعات ما فيش فكرانه للثلاثة دول وربعات كده يونس هود يوسف هاشوف في سورة هود في بداية الصورة ربنا بيقول وأن استغفروا ربكم ترجمة نانسي قنقر